الخطوط الكويتية تحلق بصرحها الجديد وتدشن أولى رحلاتها عبر مبنىها الذي كان قد افتتحه صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في الرابع من يوليو الماضي مشروع مبنى الكويتية المساند رأى النور ضمن سلسلة مشاريع عملاقة أخذت حيز التنفيذ لترسم جزءا من صورة كويت المستقبل في رؤية 2035 والتي برز منها هذا العام مدينة الجهراء الطبية ومركز عبدالله السالم الثقافي وجسر جابر الذي اكتمل بآخر قطعة ووصل محطته الأخيرة بانتظار افتتاح قريب إضافة لمشاريع أخرى كالمدن الإسكانية وغيرها وكذلك الاتفاقيات الاستراتيجية التي أبرمتها الكويت بعد زيارة التاريخية لصاحب السمو أمير البلاد إلى جمهورية الصين الشعبية والتي أتت أكلها سريعا بوضع الخطط والتصورات حول مشاريع الجزر وميناء مبارك كل هذه النهضة والانتفاضة العمرانية انعكست تفاؤلا لدى عدد من أعضاء مجلس الأمة الذين أكدوا استحسانهم للإنجاز الحكومي في تلك المشاريع وطالبوا بمزيد تحرك في ملفات أخرى كمستشفى الشيخ جابر وجامعة الشدادية وغيرها من المشاريع المعطلة أو المؤجلة إنجاز لي أكتمل كما قال النواب إلا بتوفير الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية في هذه المشاريع في وقت اعتبروا أن المجلس على أتم الاستعداد التشريعي لدعم رؤية التنمية من خلال القوانين والمقترحات والأفكار اشتركوا في القناة